أيها المؤمن أيها المؤمنة الموحدة بالله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تفعلي أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى حينما يؤذن لصلاة الفجر تستيقظي من نومك تستيقظ من نومك وتقوم وتصلي لله الصلاة على وقتها حينما يؤذن لصلاة الظهر حينما يؤذن لصلاة الظهر تقوم وتصلي الصلاة على وقتها وكذلك العصر وكذلك المغرب وكذلك العشاء واعلم أنك حينما تصلي هذه الصلوات الخمس حينما تصلي هذه الصلوات الخمس اعلم يقينا أن ذنوبك تحترق وأن ذنوبك هذه تحط عنك وأن الله يطفئ عنك الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما يطفئ بالماء النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحتركون أي بالذنوب والمعاصي فإذا صليتم الصبح غسلتها تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها الناس تحترق بالذنوب وكلنا أهل ذنوب وأهل معاصي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك النجاة النجاة من الذنوب والمعاصي النجاة يوم القيامة النجاة يوم العرض على الله سبحانه وتعالى والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما مجتنبة الكبائر أي أن كل الذنوب الصغائر حينما تصلي لله سبحانه وتعالى تكفر عنك هذه الذنوب وهذا ما قاله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم